هابريني كيف تعرفت على كرام؟ أفنّم؟ تعرفته على بعض السيادة وكرام هو أولاً كان أستاذي وهو بيدرس في الأكاديمية طيب وكان يعني هو يخش كده أنا أطلع من الباب التاني ليه؟ كراهية التحريم بيننا صدقي فلإنه ما كانش ممكن أبداً بأي حال من الأخبار إن إحنا نلتقي وبعدين اكتشفت لكن حفل حاجة أنت وإيه ما أنا بقولك أن أنا بحب الفن بحترم الفن سافر بره ومطقطقة بقى وبشتغل وكده ليه بقى الخلاف؟ الخلاف عاوزني أحضر المحاضرات وأنا مش فاضي أنا بشتغل وأنا لسه في سنة أولى وقبل ما أخش كمان أولى فالاحتراف المبكر فيقول لازم المحاضرات ولازم غياب وحضور فكلهم بيجملوني ساعد أردش متبنيني الأستاذ جلال الشترقاوي متبنيني يا بابا عبد الرحيم كلهم يتمنوا الرضى أرضى طب روحي إحنا عارفين إن أنت هاي لو مش عارفة إيه بس تذكري تاخد المحاضرات ده يقولي يا أنسة بره 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 خالص أنا مش عايزة ده خلاص فأخدت السكشن بتاع الأستاذ ساعد والأستاذ جلال وبابا عبد الرحيم إنما اكتشفت لما كبرت وعملت أفلام ووي 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 وبسافر بره وبشوف المسرح المسرح ده أنا بحبه بره في لندن وفي باريس ووا ووا جت القاهرة العامرة لقيت المسرح ده شبه عارفة نخرج مين كرم مطال فبقيت أسيب شغلي وروح كاركة أتفرج إيه ده ده الفتى مهران حاجة جميل المسرح الشعري ووا وهو كان يشوفك عم تحضر طبعا طبعا وشرارة وبعدين سأل ده لا 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 ما فيش شرارة بقى يعني لقيتني إن كل الأعمال اللي أنا بتفرج عليها إخراجه وشاف إن أنا باجي أنا ما بروح لهش لمحاضرات وخلاص خدت أسادزة تانية غيره إنما هو كل أعماله بروح من الفرفير كل أعماله وبعدين في عمل مهم جدا أنا بحب سناء جميل جدا أستاذة الأسادزة بالنسبالي سيدة المسرح العربي والبست الجميلة دي وطبعا إحنا عندنا سيدات كبريات بس هي واحدة منهم وأمينة المهم إن أنا بحب كمان سناء جدا إنو كنت مرتبطة بيها فكانت عاملة ليلة مصرع جفارة إخراج مين؟ كرم كرم بيعمل فيها ممثل اسمه جاليسوها بيمثل الأمبريالية الأمريكية كان عمل سياسي خطير قوي طبعا والسياسي العبقر السائر محمود ياسين ويسناء ما شفت العم أحبيت العم الحب خرافر ده تواريخ فطلحت أسلم على زملائي وأسادزيتش فأول ما طلعت قلت طبعا بست سنوء أول شعرف يا تجننة خدتني من إيدي تعالي محمود كرم فكرم قال لي إيه رأيك قلت له هاي اللي أستاذ قال طيب هيك بصتي له البصة دي عنيكي عم تقفل طبعا بايا غصبا عني وحياتك يا بعدين أم قال لي قال لي يعني عجبتك قلت له قوي قال طيب وأنتي لما تعجبي بحد قوي كده من زميلك مش لازم تحييه قلت له طبعا في تحية أكتر من كده فقال لي لأ لازم تحييني تحية قلت له تحية إيه أكتر دي كانت البداية كان عاوس تحية إيه يعني زي ما بوست السناء حبوسه وزي أو أقول له مرسي أو مش عارفة إيه يعني تتهلل أساريري ما عرفش بيعمله ساعات أكتر من كده أو أقل من كده بس وقتها يعني دي أقصى حاجة أقول له هاي اللي يا أستاذ وفعلا كان شيء عقري طيب وابتدت؟ ابتدت من اللحظة دي؟ كانت وكانت من أيامها تاريخ العشق كان موجود يعني كان نائم هذا العشق لا هو بيحب قيمة اسمها الفن وعبقري طبعا يعني قادر على الإبداة حتى أخرى هو كان يحبك من قبل سهير كان يحبك من أيام طبعا طبعا بعدين بقى أنا اكتشفت أنه ببلشت الاعترافات لا أنا بقى رجعت بالتاريخ لما حصل إن إحنا قربنا من بعض كبني أدنين وبنتعرف ببعض لا فيه تواريخ كتيرة جدا 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 وحاجات تفاصيل بس برضو أيضا اللي يهميني إن أنا أقولهولي كنت بعمل حاجة اسمها لتشيكوف بعمل فاريا وهي ستة قوية جدا وحاجة مهمة قوي وكان إخراج شاعر مهم جدا اسمه الأستاذ نجيب سرور تمام وإخراجه هو إخراجه فهو كان مدير المسرح كرم مدير المسرح وأنا سيبله للمحاضرات ما بحضر لهش مش عايزة أشوفه أنا بعدين بقى لما فكرت بضرب بعيني في الكواليس كده ألاقي عناي بتيجي في عين واحد الواحد ده كرم ما طبعا هو مدير المسرح هو بيجي يشوف بس بيقف في الكواليس فهو أحس إن هو مركز قوي معين ولا يهمني اقول ما أنا هروح للمحاضرة يقولي ببرة طبعا ولا بره ولا جوه طبعا تتتتتتتتتتتتتتتتتا مهي خلاص فيعني فقلت له انت كنت بتجي بعدين قال لي آه كنت بتجي طبعا تولي اللي إيه قال لي بشوف المسرح طب شوف في إيه تشوف إيه في الكواليس وتقفلي كده وعينك تيجي في عينيه أجع بس كده لقي كده عايز تغلطني قال لي لأ بس انت يا شطرة مفيش حد كان بيقدر يطلعك من فاريا مستني الكرس دي لحظة على فكرة فتكرتها دلوقتي حاجة غريبة لا هو أنا فكرة كل حاجة وهي في دماغي بس انت تطلع دي أخدت وقت للارتباط يعني بقيتوا مع بعض لا أولا عشان نتعرف ببعض يعني ونكسر الحاجز ده كده الأول بفور بفور الارتباط يعني قبل الارتباط حوالي سنة حوالي سنة الطفار وهذا اللعب يعني عم تمشي ما فيش لعب كل المسائل جدة جدا لدرجة